أما عن إزالة شعر المرأة الكاشفة للوجه إزالة شعر وجهها هو يسبب فتنة يسبب فتنة هو بلا شك زينة أما النمص فمخرم قطعا أما الآخر فإذا كانت لحي أو شارب جازلان استحب لها أن تزيلهم إذا كان شعرا في الخد أو في الجبين ففيه الوجهان وهذا يسبب فتنة إذا خرجت المرأة به فعليه لا تفعله فالله لا يحب الفساد